السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار فيديو جديد هنتكلم فيه عن توقعات مهمة جدا والتوقع رقم ستة هيصدمك اللي قاله شمس السيوفي اللي بيعرف نفسه على انه هو ابو النجوم الراجل ده موجود من فترة كبيرة جدا على موقع فرنساوي اسمه 24 بريس فرنس موجود هسيبه لكم فيه التعليقات وبينزلوا توقعاته من كل عام احنا لسه شايفين هذه التوقعات عشان كده عملنا لحضراتكم الجزء التاني ليه جزء اولاني موجود على القناة والناس كانت وبعت قالت عايزة تشوف دولتها بالتفصيل كل واحد عايز دولته اكتبالي في التعليقات عشان منهلكو في فيديو مفصل ولكن المهم انه لا يعلم الغيب الا الله لو كنت داعم وبتحب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية استحلفك بالله دلوقتي دوس لايك للفيديو عشان اعرف كم عدد العرب مش هقول مسلم هقول كم عربي حر في دم العروبة بيدعم هذه القضية اللي كلنا خلاص اعتبرناها قضيتنا كلنا فالرجاءة ضغط على زر الاعجاب عشان اعرف كم واحد فيكم بالفعل من قلبه بيدعم شعب واهل فلسطين هنتكلم في هذا الفيديو عن توقع مهم قاله شمس السيوفي وقال في دولة عربية هيكون لها دور كبير جدا دولة عربية ديها دور كبير جدا ودولة تنتقم من دولة يعني مش هقول دولة هو كاتب دولة اسرائيل لكن ما فيش دولة اسرائيل على كلامه قال انتقام دولة عربية من الكيان والصهينة واسرائيل هتكون في الفين اربعة وعشرين فيها عدد كبير جدا في المستشفيات وعدد كبير جدا من القتلى في الكيان السهيونيو هيكون في بعض الصواريخ مش من دولة عربية واحدة ولكن في دولة عربية تنتقم انتقام كبير من هذه المأساة واللي بيحصل في الاراضي الفلسطينية هو مذكرش بصراحة اسم الدولة اللي هتقضي على الكيان الاسرائيلي ولكن بيقول هذه الدولة شعبها كله هيقوم على الكيان هو ده اللي قاله بالتفصيل طبعا احنا بنترجم هذه الترجمة عن طريق جوجل علشان كده بعض الكلام اللي هو قاله في الفيديوهات بيبقى مش متعرف على انه يعني كلام واضح لكن بيقول كمان ان في زلزال قوي جدا هيحصل في بداية عام الفين اربعة وعشرين داخل الاراضي الفلسطينية ولكن هيؤثر على بعض الكواعد اللي ممكن تأثر يعني على الكيان السهيوني وهتكون هذه الهزات الارضية بمثابة صاعقة سمائية هو مسميها كده او المصطلح بيقول ان هي صاعقة سموية هتكون على الاراضي الفلسطينية وبتروح للكيان السهيوني وبيقول ان الحلم العربي هيتحقق في بداية الفين خمسة وعشرين ولكن هيكون في عدد من الشهداء خلال الفين اربعة وعشرين غير مسبوك وقال كمان بخصوص اه طفان الاقصى بيقول هيكون في طفان او فيضان كبير جدا هيحصل على اسرائيل وبيسمي هذا الطفان بنهاية اسرائيل الدائمة نهاية اسرائيل الدائمة المصطلح بصراحة خلاني اركز في هذه الكلمات اللي قالها هذا العراف والرجل ده يعني كلنا بنصدق وبنؤمن برب العالمين فقط ولكن هذه الكلمات كانت مخلياني اطلع وعمل لكم هذا الفيديو المهم جدا لان الحاجات دي نزلة بقالها سبع ساعات من هذا التوقيت او هذه التوقعات وبيقول في عيد يهودي هيكون مرسوم بالدم عيد يهودي مرسوم بالدم هيكون عندهم مناسبة معينة او في حاجة معينة بالنسبة للصهاينة هتترسم بالدم وصورة بعدها هيكون في الفيضان والطفان اللي هيخليهم مش موجودين او زي ما قلت لكم بيسميها النهاية الدائمة لهم ان شاء الله رب العالمين هذه التوقعات تحصل وتتحقق لهذا الرجل لانه انا شايف ان هذه التوقعات فيها نسبة كبيرة من الواقعية وباذن رب العالمين وبيقول زي ما حصل في شهداء فلسطين هيكون في مواد كتير جدا بفضل الجيوش العربية وهيكون في مشهد في الفين اربعة وعشرين مش هينساه العرب كله من انتصار ايضا بيقول في جنود من فلسطين جنود من فلسطين هيكون لهم دور كبير جدا في تتويج النصر دي كانت جديدة انا مش عارف اصلا ان فيه جنود فلسطينيين ولكن كل الشعب العربي هو جندي بيقول ايضا فيه هزة اقتصادية كبيرة جدا في امريكا وهتكون دي هي الكارسة بتاعة الفين اربعة وعشرين بمعنى ايه اه يعني بيتكلم على اه ان امريكا لما تهتز هيكون فيه اهتزاز في دول تانية نامية وهيكون فيه حداد رسمي وحداد كبير جدا في الولايات المتحدة الامريكية وخصوصا في النصف الثاني من هذا العام وبيقول ربنا يسطر على هذا اه العام لانه عام زوجي والعام الزوجي هو بيقول كده مثل نفس ابو النجوم بيقول فيه بعض النجوم الزوجية اه مضيئة باللون الاحمر وهذه النجوم هي بمثابة خطر كبير جدا في امريكا الجنوبية وبيقول في بعض الدول آآ ناحية امريكا الجنوبية وبيحدد زي المكسيك آآ بيقول هذه الدولة هيكون فيها حدث كبير جدا والهرم المكسيكي هيهتز انا مش عارف هو يقصو دي بالهرم المكسيكي انا عارف ان في المكسيك فيه اهرام ولكن بيقول ان فيه بعض الاجزاء هتندسر وهتكون آآ يعني نهايتها في البحر آآ ربنا يسترع العالم كله يعني وان شاء الله ما يحصلش اي شيء الا الخير اتكلم عن المغرب وبيقول في آآ بعض الاسماء المشهورة في آآ دولة ومملكة المغرب هيكون آآ او هتكون هي الحدث الابرز آآ وظهور فساد عن طريق هذه الاسماء وملك المغرب هيتخذ قرار كل اهل المغرب منتظرينه منذ اعوام وهيكون ده بمثابة الفرحة والانتصار في عام جديد وهو مش محدد في شهر كان بالزبط ولكن بيقول النجوم بتقول ان فعلا فيها حاجات كبيرة جدا هتحصل آآ في هذا العام ايضا بيقول آآ ظهور يعني في حاجة كبيرة جدا هم مسمينها المشيم انا مش عافوا يقصوا دي آآ عشان كابل لكم الترجمة في هذا الموقع آآ في حاجة هتظهر زي سلسلة كده هتظهر في سماء المغرب سلسلة هتظهر في سماء المغرب وهتكون هذه السلسلة هي علامة كبيرة جدا آآ آآ زي حزن فيه في سماء المغرب ولكن ان شاء الله ما يحصلش الا الخير انا دايما ما بحبش اقولي توقعات آآ السلبية ولكن بازن رب العالمين آآ يحصل الخير فقط يعني يعني يكون في خير بازن الله لكل الدول العربية اتكلم ايضا آآ عن بعض السجون في السودان هتكون هزي السجون آآ في تحتها كنز بيقول بعد ما شفنا اللي حصل في السودان في الفترة اللي فاتت بيقول ان في السجن هيكون تحته آآ كنز وده هيكون مش كنزة قديم بيقول ده كنز عربي عتيق وكان مقصود يتبني في ايه سجن انا مش عارف هو يوصد ايه ولكن آآ يا رب يكون في خير لاهل السودان لان دولة السودان انا عارف ان الدنيا فيها كانت في الفترة آآ الماضية كانت مش افضل حاجة ولكن ان شاء الله رب العالمين يتحسن الوضع في السودان وغيرها ولكن بيقول ايضا في غليان واسرائيل هتحاول تتدخل في اراضي السودان ولكن زي ما هو قال بيقول كمان ان زي ما قلتلكم ان اسرائيل مش هيكون لها وجود بتفتح على نفسها جبهات والنهاية الدائمة لا محالة منها الاحداث آآ اللي هتكون في دولة الجزائر ايضا دخل دلوقتي على دولة الجزائر واللاحداث اللي هتحصل في الجزائر هي احداث للخير كلها احداث للخير يعني هم وضحش هي احداث وحشة وهتكون خير بعد كده ولا هي من الاول احداث خير ولكن نتمنى كل الحب لأهل الجزائر بيقول ان اهل الجزائر في بعض الاستخبارات العسكرية هتكشف مخطط لمحاولة سقوط الجزائر ولكن مش هيقدروا على اهل الجزائر لان الجزائر فيها شعب قوي جدا وشعب جبار ودماغه بيشبهها بفص الالماز آآ يعني على حسب التعبير اللي بيقولوا آآ سور ومشاهد آآ بالمحيط الجزائري بترجع الازهان والاحداث اللي حصلت في الانتعاش الاقتصادي الجزائري في فترة من الفترات وخصوصا في الجزء الاخير من الفين اربعة وعشرين ولكن بيقول في حدث رياضي ايضا في الجزائر هيكون هو بمثابة العنوان الاجبر وفرحة الجزائر في شهر سبعة ده بساطة عن الشعب الجزائري بيقول ايضا عن تونس يا آآ فيه مدخول كبير جدا مدخول كبير جدا ولكن على عكس ما كله منتظر ان هو نوع من انواع النفطة او هو نوع من انواع يعني البترول لا بيقول ان في آآ حدث كبير وعالمي بخصوص آآ آآ دولة تونس وهو آآ اكتشاف لجبال من الدهب جبال من الدهب ده مصطلح برضو آآ الراجل ده بيقول ان سماء دولة تونس هتكون هي السماء الالمع في الوطن العربي آآ في عام الفين اربعة وعشرين وهيجي وقتها بازن رب العالمين وبيقول فيه خلايا كبيرة جدا آآ او اجرام سماوية بتدل على الخير في دولة آآ تونس وفيه بعض الكوانين الجديدة للمرأة وعن المرأة هتكون هي آآ الابرز في تونس طبعا آآ اتكلم عن مصر بلد الحبيبة بيقول ان مصر في الفين اربعة وعشرين هيعد عليها هذا العام في البداية هيكون فيها بعض القلق والتوتر لكن في منتصف هذا العام الواربعة وعشرين بيقول ان في آآ حدث كبير جدا في مصر بعدها الشعب المصري هيرتاح وهتكون دولة مصر اشبه وافضل من كل الدول العربية لحدث آآ اكتصادي آآ يعني هيرفع من آآ شأن الدخل العربي آآ دي كانت التوقعات ببساطة آآ وان شاء الله لو في اي توقعات انتم محتاجينها لو ما تكلمتش عليها آآ ده الجزء التاني من شمس السيوفي او ابو النجوم شكرا لكم ما تنسوش لايك للفيديو اعملو اشتراك في القناة فعالو جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد وان شاء الله تكون آآ او يكون عام الفين اربعة وعشرين هو عام الخير والبركة والصحة والستر على كل الاحباء ودايما بقول كده آآ لكل احبابي والناس اللي بيشوفوني بصفة مستمرة بازن رب العالمين يكون العام يعني كل خير شكرا لكم ولا يعلم الغيب الا رب العالمين بازن الله نتجمع ونشارك حضراتكم في الخير بازن رب العالمين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته